السلام عليكم وياهلا ومرحبا فيكم القصة اليوم جدا بشعة اللي قلبهم ضعيف لا يسمعها هذه الجريمة البشعة والغامضة حيرت كثير من رجال الامن وحتى انهم مصلوا لطريق مسدود لان الجاني اللي افتعل هذه القضية مو موجود او فصم الحذى لكن اشلون تم اكتشاف هذا الجاني فعشان كده تعالوا معاي نتعرف على تفاصيل القصة القصة حثت في مدينة سيدي بالعباس في الجزائر عام 2003 في يوم من الايام وفي وحدة من العمارات لاحظوا الجيران انبعاث ريحة جدا جدا عفنة وقوية في وحدة من الشقق هذه الريحة ما حد قدر يستحملها على طول قاموا اكيد بلغوا الشرطة الجزائرية اللي جات على طول مستنفرة تعرف شنو مصدر هذه الريحة الجيران قالوا انه اصلا اللي بالشقة ما لهم حس من زمان ولا لهم اكثر من ثلاثة ايام ما طلعوا ولا شافوهم ولا احد يعني اتقابل وياهم يوم وصلوا الشرطة دقوا الباب لكن ما حد فتح لهم نهائيا رجال الشرطة عرفوا ان هذه الريحة بحكم خبرتهم وبحكم شغلهم ريحة عفن جسد او بشر انسان يعني تعفن الجثث فقاموا على طول مستنفرين من الريحة هذه خصوصا مثل ما قلت لكم لهم باع طويل وخبرة في هذا المجال فعلى طول كسروا الباب ودخلوا لما دخلوا شافوا المفاجأة الصادمة شافوا سبع جثث للأسف كانت في حال التحلل وتعفن لدرجة جدا جدا متقدمة بالتحديد اربع جثث ترجع حق اطفال وثلاث جثث تخيلوا ترجع حق نساء وكانت طريقة التخلص منهم يعني الحادثة بحد ذاتها جدا مرعبة ومهيبة ومخيفة بشعة يعني بكل ما قدرت اوصفها من كلمة ما في لها يعني وصف غير انها الله لا يحطكم مكان الشرطة اللي شافوا هذا الموقف والشقة اصلا كانت مغرقة بالدم اللي كان شبه جاف او ناشف على الارضية استنفرت رجال الشرطة الجزائرية وطوقت المنطقة وكذلك مسرح الحادث باللي تقدر عليه فهنا سكروا الشقة بالشمع الاحمر وبدوا اجراءاتهم المعتادة يعني مصور ادلة جنائية الطب الشرعي يابون يعرفون ملابسات هذه القضية الضحايا اللي طلعوهم كانوا مقتولين بابشع طرق طعنات قاتلة في الراس والصدر والوجه والرقبة يعني المنظر كان جدا جدا مرعب فهنا لاحظوا رجال الامن انه فيه عدة صور هذي الصور ركزوا معاي مقطعة حق اجزاء صغيرة جدا من الصعب جدا انه ياخذون هذي الصور المقطعة ويرتبونها في مكانها المهم خلونا الان في الاجساد اللي بعدين لما تشلوهم تم التعرف على هوياتهم هذولة اصحاب الشقة كان صاحب الشقة او اللي مستأجر الشقة امرأة مستأجرتنها اسمها سميرة والاطفال هذولة اللي شافوهم عبارة عن جثث كانوا اهم فعلا عيالها وهذي المرأة سميرة كانت امرأة مطلقة اما البنتين الثانين واحدة اخت سميرة والثانية صديقة سميرة رجال الامن لما عرفوا ان هذه المرأة اصلا انطلقه قالوا بس اكيد يعني انروح حق المشتبه فيه اللي هو طليقها لما بحثوا عن معلوماتها وهوية طليقها اكتشفوا اصلا انه متوفي من فترة يعني جدا طويلة فبالتالي لازم انهم يستبعدون الزوج السابق حق سميرة قالوا ممكن انه يكون اخو طليقها له علاقة او مثلا يبي ينتقم فهنا قاموا يبحثون عنه في كل مكان شافوا انه فعلا اخو طليقها عليه سوابق قالوا اكيد انه هو هذا المجرم يوم راحوا يابون يقبضون عليه انصدموا انه هذا اخو طليقها اصلا مصاب بشكل يعني كامل شلل رباعي يعني ومقعد شلون بيقوم بهذه الحادثة اللي تدل على عن جهية وقوة اللي قاموا سواها الحين رجال الشرطة رجعوا للصفر يابون يعرفون مين هذا الجاني وشنو هدفه وغايته وصلته بهذه العائلة وليش يعني نفى عائلة برمتها ندخل عليهم كلهم وارداهم قتله فهنا رجال الشرطة صاروا في حيرة من امرهم علامة استفهام ما هم قادرين شلون يحلونها قال واحد منا يعني اصحابهم الشرطة خلونا نبحث عن اي شخص له علاقة في طليق سميرة لان اساسا طليقها ما عنده الا اخ واحد اللي قلت لكم عنه اللي هو مقعد خلال البحث والتحري شافوا ان هذا الطليق المتوفي عنده عم واحد فقط طالوا بس خلونا نستدعي هذا العم ونشوف نحقق وياه فعلا راحوا واستدعوا هذا العم ويجابوه الى مركز الشرطة طلع هالعم اصلا رجل كبير عجوز طاعن في السن يعني لا حول له ولا قوة ولا عنده القوة والمقدرة انه يقوم بهذه العملية وغير هذا الكلام اثبت انه متواجد في مكان عند احد يعني من الجيران واثبت هذا الكلام من الشهود وكذلك من الناس اللي قابلهم في نفس الموقع اللي المفترض فيه يكون مقتل هذه العيلة فبالتالي استبعدوا نهائيا من هذه القضية اذا مين هذا الجاني؟ يعني الشرطة كل محاولاتهم ضاءت بالفشل فبالتالي رجال الشرطة اكيد وبدون شك وصلوا الطريق مسدود ما كان فيه اي دليل عشان ايدلهم على الجاني صحيح شافوا بصمات في الشقة لكن شلون يقارنوها او يضاهوها بالبصمات اي احد لازم يكون عندهم مشتبه فيه عشان يقارنوها وياه وهم ما عندهم الى الان مشتبه فيه شنو تتوقعون سوت الشرطة الجزائرية عشان تكتشف الجاني؟ قاموا ورسموا سيناريو محبوك جدا لهذه القضية اللي هي الحادثة اللي صارت في شقة سميرة قالوا ان المجرم من طريقة القتل وطريقة يعني ما شافوا الجثث شلون طايحة وشلون يعني مبعثر يعني قدامه وكذلك هيئة مسرح الحادث ان هذا المجرم لازم يكون شخص قوي البنية ويكون رجل ايضا وعمره اكيد بدون شك فوق الخمسة وعشرين سنة يعني استبعدوا هنا كبار السن واستبعدوا ايضا المراهقين والنساء وركزوا على فقط اللي اعمارهم فوق الخمسة وعشرين الى نهاية الاربعين ولازم يكون من ارباب السوابق ليش؟ لانه واضح ان له خبرة وضع فيها المجال هذا اللي قام وسحق عائلة باكملها لان مثل ما قلت لكم الحادثة هذه كانت جدا تخوف واحدثت يعني ضجة ورأي عام في الحارة اللي تم فيها هذه الحادثة فهنا اكيد مستحيل هذا الرجل يكون طاعن بالسن يرتكب هذه الحادثة ومستحيل مراهق ايضا يقدر يسوي هذه الجريمة ومستحيل ايضا امرأة تسويها ان هذا الرجل يكون يعني يحمل المواصفات اللي حددوها رجال الشرطة وبعد البحث والتحري والتكثيف والعيون السهرانة من قبل الشرطة وخلال شهر تقريبا او اكثر تدعو الشرطة هنا كثير من الاشخاص من ضمنهم مشتبهين فيهم ولهم سوابق في هذه النوع من الاجرام لكن بالتحقيقات ما حد له علاقة ابدا لا بسميرة ولا بشقتها ولا ببيتها نهائيا الكل اثبت انه متواجد في هذا المكان والكل اصلا اللي حققوا وياهم كانوا هادئين في التحقيقات وفعلا تأكدوا تمام التأكيد الشرطة ان هذول اللي قبضوا عليهم المشتبه فيهم والدور حواليهم اصابع الاتهام ما لهم اي علاقة بمقتل عائلة سميرة وكذلك اختها وصديقتها اذا الشرطة رجعت للطريق جدا مسدود لكن خلونا نرجع في البداية اول ما بديت لكم القصة قلت لكم ان شافوا في الشقة يسمونها قصاصات او صور مقطعة قطعة صغيرة جدا مستحيل يقدرون يرممونها او يعني يلزقونها في بعضها ولان هذه الصور كانت مقطعة اجزاء جدا جدا صغيرة كأن المجرم يبي يخفي شيء معين شنو هذا الشيء الى الان الشرطة ما تدري اجابة عن هذا السؤال فحاولوا هنا رجال الادلة الجنائية يرقبون هالصور لكن للأسف تعبوا بدون ما يجيب تعبهم او مجهودهم بنتيجة الموضوع كان جدا صعب والمصيبة انها يعني اكثر من صورة مشققة بشكل قامل قطع صغيرة وهذا يعتبر قليل وحيد وخيط يدلهم ممكن على الجاني قاموا الشرطة بعد تفكير وتمحيص وجابوا خبراء فنيين كذلك وعلماء نفسيين اخيرا قالوا لهم انهم ممكن يستعينون بمساعدة اطفال شلون ايه نعم اطفال احنا نعرف ترى بقول لكم حاجة بحكم دراستي ان الطفل اذا تبيه يصير ذكي تنمي موهبته لابد تشغل هذه الهواية او هذا الابداع او هذا الفكر وكذلك الذكاء حقه مثلا في الرياضيات المساء الحسابية او اي حاجة او في الحفظ لابد يكون من عمره صغير لانه ممكن يتطور هذا الذكاء ويعني يصعد الى درجات اعلى كل ما استثمروا فيهم في الصغر فبالتالي الشرطة ركزت على الاطفال اللي لهم هواية او بالاحرى موهبة انهم يركبون الصور فعلا جابوهم وعطاهم هذه القصاصات الصغيرة جدا وخلوهم كل يوم مدة اسبوع كامل وهم هذول الاطفال يحاولون يركبونها مع التشجيع والترغيب وكذلك الهدايا وانهم يعني عززوا لهم عشان الاطفال يحسون برغبة في تركيب هذه الصور وكذلك في المنافسة في الاخير قدروا هذول الاطفال يركبون من هذه الصور الصغيرة جدا والمقطعة الى صورة واحدة فقط شنو تتوقعون الصورة رجعت فيها هذه الصور المزقة والمقطعة بشكل كامل اللي الكبار ما قدروا يعني يدمجونها ولا قدروا يعرفون هوية او اللي موجود في الصورة تبوني في التعليقات خمنوا لانكم بعد شوي رح تتفاجئون الصورة اللي ركبوها كان فيها سميرة وعيالها الأربعة وخدها وصديقتها يعني الصورة كلها تحتوي على الضحايا يعني تي 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 زي ما رح تي جي تي يعني ما دلتهم هذي على صورة الجاني بالإضافة إلى صورة حق بنت ثانية واقفة في الوسط بين هذول الضحايا اللي انقتلوا نعم في وحدة مجهولة واقفة وياهم مين هذي البنت وليش كانت معاهم في الصورة فهنا رجال الشرطة والبحث الجنائي بغوا يعني هالبنت بأي وسيلة من تحت الأرض وقاموا أكيد وتحروا عنها وعرفوا بعد البحث والتحري موقعها وعلى طول ألقوا القبض عليها لأنها إيه الخيط الوحيد اللي ممكن تدلهم على الجاني لما جات المركز الشرطة كانت متزنة هذي المرأة واسمها حفصة قالوا لها ليش انتي متصورة مع سميرة في هذي الصورة وشنو علاقتك فيها قالت سميرة هذي صديقتي وأعرفها يعني من زمن طويل وكنا على طول نسهر عندها في الشقة والحقيقة اني عرفت انها ماتت وطريقة موتتها ايهي ويا عائلتها جدا جدا فجعتني طبعا بالتحقيقات معاها اتضح لهم ان هذه المرأة أكيد انها ما لها علاقة بالجريمة بشكل كامل لأنها المعلومات اللي قالت لهم كانت مهمة جدا حق رجال الشرطة ليش شنو قالت؟ قالت انه أصلا سميرة كانت متزوجة زواج عرفي من شخص اسمه محمد محمد هذا كان دائما يجيب لهم الممنوعات والمخدرات والكحوليات للشقة نفسها اللي فيها سميرة وكانوا أهم يستنسون ويتناولون الممنوعات ويسهرون مع بعض وعلاقتهم كانت على طول على الحرام مستمرة طوال الوقت فعشان كذا ما عرفوا انها تزوجت مرة ثانية لأن زواجها مموثق بشكل كامل في الأحوال المدنية تبع القانون أما بالنسبة لصورة حفصة ليش كانت معاهم يعني في هذه الصورة قالت انها فعلا كانوا مسوين حفلة وخلال الحفلة صورهم اوهو هذا محمد عشان على كلامه انها تكون هذه الصورة للذكرى هنا على طول الشرطة استنفروا وقالوا لها وين هذا محمد سألوها وقالوا لها شنون نقدر نقبض عليه قالت والله أنا ما عرف عنه أي حاجة غير اسمه فقط وقالت ان اصلا محمد هذا كان دائما يجيب لهم ويجهز امور الحفلة من المخدرات والممنوعات ولاحظت هنا الفترة الأخيرة انه كان ينام اصلا معاهم في الشقة وايضا واحد من الجيران قال انه هذه الشقة اصلا مشبوهة وداخلين فيها وطالعين رجال وحريم انا مستغربة سميرة ما تخاف على اعيالها الاطفال الحين الموضوع بالنسبة للشرطة شوي لقوا السبحة انفرطت يعني في خيط يوصلهم للجاني لعل وعسى انه المرتكب عشان يخلصون امورهم فهنا بدت تساؤلات الشرطة مين هذا محمد وليش جاء وقتل زوجتها اللي متزوجينها عرفي وكذلك عيالها وكل من في الصورة ما عدا حفصة وشنو اللي سوا هذول العائلة اللي يستحقون هذا النوع من الابادة قاموا هنا الشرطة يقبضون على اي شخص اسمه محمد وشارطهم هنا الشرطة عشان تعرفون انتو كثيرين اساميهم محمد يابون محمد اللي له سوابق وبعد تقريبا شهور للأسف الشرطة رجعت النقطة الصفر فشلوا في جميع محاولاتهم لأن كل اللي قفضوا عليهم للأسف ما لهم اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمقتل سميرة وعائلتها الآن يا ان محمد يكون هول جاني او انه يكون شخص يساعد رجال الشرطة ويعطيهم معلومات عن المجرم لكن وصلوا مثل ما قلت لكم من البداية الطريق مقفل قاموا استخدموا طرق ثانية في التحقيقات والبحث والتحري لأن مثل ما احنا عارفين ان هذه الحادثة بشعة جدا ولازم انهم يشوفون الجاني عشان يستتب الأمن ولا ينبث الرعب والخف خصوصا في البناية نفسها اللي حصلت فيها هذه الحادثة فقاموا رجال الشرطة بالتحري والبحث بكل صغيرة وكبيرة اي معلومة وصلتهم عن هذه سميرة وعائلتها وبالتحديد عن محمد قاموا يبحثون عن ماضي الضحايا هذولا بمعنى وين علاقاتهم وين اصدقائهم اقاربهم وين اماكن اللي يشتغلون فيها ودراستهم وبعد كل هذا تخيلوا للأسف وصلوا لنقطة الصفر بدون جدوة مين محمد ومين الجاني وهله فعلا علاقة بالمقتل هذول العيلة يعني هل البحث هذا اللي بيسوونه وتعبوا الجهد الجهيد بعد ما يقبضون على محمد هذا الشخص المجهول هل له علاقة بالقتل او لا يعني ما يبون يبحثون ويتعبون وبعدين هذا محمد اذا قدروا يوصلوا له ما راح يفيدهم بنتيجة بعد ما مثل ما قلت لكم ما فيه اي يعني افادة ولا معلومات على الجاني وما فيه اصلا ادلة كافية تدين او تدلهم على اللي هو الفاعل على طول خلاص قيدوا القضية ضد مجهول وحفظوها الحين تابوني اقول لكم انتهت القصة صح؟ لا توها الان القصة بادية لان الشرطة لما وصلوا مثل ما قلنا الطريق يعني ما فيه اي رجعة وكذلك مسكر رجعوا يحققون مع بعض المشتبهين فيهم وخلال هالوقت قام واحد من رجال الشرطة واتصل على مركز الشرطة اللي ماسكين القضية وطلب الضابط المسؤول عن القضية نفسها قال لهذا الشرطي انه انا اعرف واحد اسمه محمد وهذا الشخص دائما كان فعلا يروح حق مدينة سيدي بالعباس ويسهر هناك في واحدة من الشقق لكن هذا محمد يعني اعرفه رجل متزن عاقل ناضج سوي يافع مستحيل بيسوي هذه الحركات لان اصلا متزوج وعند عيال ما ادري هل بيفيدكم كلامي بيوصلكم النتيجة لكن هذا الشي انا شفته انه دائما نروح الى هذه المنطقة ممكن لعله وعسى تطلعون بنتيجة لانه اوه كان دائما يقول انه يسهر هناك فهنا سأل الضابط ليش توك جاي تتكلم وانت عارف انه يعني القضية مفتوحة من فترة مبسيطة قال له رجل الامن لاني صراحة كنت مستبعد تماما عن هذا محمد ليش لانكم انتوا كنتوا تبحثون عن واحد راحي سوابق وهذا الشخص انا اعرفه ما له اي سوابق ولا له اي حوادث وسمعته نظيفة مثل الالماص بس معلومة طايرة وحبيت اقولها لكم يعني هل بتفيد ما تفيد الله اعلم سأل الضابط قال له طيب شلون انت تعرف هذا الشخص اللي اسمه محمد قال له ان هذا اصلا محمد ولا دخالته والحقيقة انه ما يعرف كثير عن بياناته ولا يعرف وين ساكن لانه اخر فترة ابوه طرده من البيت لانه بالفترة الاخيرة صارت لهذا الرجل محمد مشاكل مع ابو كل هذا الكلام تخيله وكان صدفة لما الضابط قال حق هذا الشرطي المسؤول عن القضية عن مسألة اللي هو محمد بعلومة طايرة يعني ولان هذا الضابط يعني كان يحبه ولا دخالته محمد بغى يتدخل ويحل المشكلة بين محمد ولا دخالته وبين ابوه لكن في الاخير يقول اللي يعرفه حاليا ان ابوه طرد من البيت وانه طلق زوجته وحب انه يعطي هالمعلومات ممكن يكون وهو الجاني ففعلا قام الضابط واخذ منا عنوان ابو محمد على طول جهزوا هنا فرقة من الشرطة وداهموا بيت ابو محمد لكنهم لما داهموا ما شافوا محمد نهائيا فراحوا حق ابوه وسئلوا وين ولدك قال لا تسألوني عنه انا متبري منه وهذا انسان راي مشاكل وهذا فيه وفيه وصارت لي مشاكل وياه وانا طردت من البيت قبل تقريبا اكثر من شهر ولا ادري عنه وارجوكم ما باي معلومات ولا ابي وين راح ولا شنو سوا الان بما ان هذا الولد فيه مشاكل مع ابوه ومطلق زوجته ويعني شغله بطال فبالتالي كان دائرة الشبهات يعني الدور عليه خذوا من ابوه صور حق محمد وعلى طول استدعوا مين استدعوا حفصة اللي تذكرونها اللي موجودة في الصورة استدعوها ووروها الصور قالت ايه هذا محمد اعرفه هذا الشخص نفسه زوج سميرة اللي متزوجنها عرفي وبعد تقريبا عدة تحريات شديدة تكثيف يعني جدا جدا مهول من قبل رجال الشرطة اخيرا قدروا يتوصلون على شقة محمد داهموا الشقة وقبضوا عليه كانت المفاجأة خلال تفتيش الشقة نفسها لما شافوا على جوتي تكرمون او انعال هذا الحذاء كان ملطخ بالدم وايضا شافوا في الشقة اسلاح الجريمة من نوع صاطور وهذا الصاطور كان فيه بقايا دم تكاد لا ترى بالعين المجردة لكن احنا نعرف خبراء الادلة الجنائية يقدرون يطلعونها وعلى طول هنا احالوا محمد للتحقيق فهنا في التحقيقات اعترف اخيرا وقال صحيح انا متزوج سميرة عرفي وصحيح كنا على طول نسهر في شقتها دائما وايضا صحيح انا كنت اجيب الممنوعات والكحليات لكن ترى مو انا اللي اتخلصت منها نعم يعني ارجوك لا تودينا النقطة الصفر فقول اذا انت او لا انكر على طول انه متورط في هذه الحادثة نهائيا فسأله قالوا لا انزين الحذاء هذا او الجوتي شنو جيب عندك وكذلك اسلاح الحادث اللي هو الصاطور حق مين اصلا قال الحذاء والصاطور مولي مو انا اللي اتخلصت منهم ولا قتلتهم فقاموا واستدعوا ابوه وحققوا معاه واعترافات الاب كانت تخيلوا بداية الحل لغز الحادثة او القضية هذه ابرمتها قال الابو ان ولد محمد كان تنشئته وتربيته جدا مثالية وكان ما في مثله في الحارة متعلم وثقف وموظف وكذلك متزوج ومحافظ على زوجته وعياله وبيته وكان من البيت للشغل ومن الشغل للبيت وما عنده يعني طرق غير سليمة او شغل بطال لكن في الفترة الاخيرة اتعرف على سميرة وصار هذا الرجل مهووس فيها صار على طول بس يسهر عندها ومن هذه اللحظات بدت محمد تتغير حياته جذريا يعني 180 درجة وسميرة كانت اصلا مستغلة هذا الرجل وحب لها عن طريق سحب فلوس يمين وشمال لدرجة انها خلت يبيع بيته ويجيب زوجته وعياله ايضا تخيلوا يسكنون عند ابوه عشان ما يقدر يرفض الطلب حق سميرة وبعد فترة السميرة خلتها يبيع حتى الارض حقته خسر عمله وخسر فلوسه وفي الاخير طرد اعياله وطلق زوجته كله من وراء سميرة فهنا الشرطة اخذوا اقوال الاب وواجهوا محمد في كلام ابوه انهار محمد وعلى طول اتكلم وفضح المستور قال انا صحيح كنت احب سميرة لدرجة الجنون كانت تستغلني ولا كنت انا منتبه حق هذا الاستغلال المادي كنت احبها باي شكل من الاشكال ابي احصل عليها وفعلا تزوجتها عرفي وبعد فترة كلمتها على اساس اني ابي اوثق هذا الزواج يكون بشكل رسمي وطلبت ايه سميرة مني اني اطلق زوجتي اول حاجة وبعدين اتزوجها وعلى طول ما صدقت خبر ورحت طلقت اللي هي زوجتي وعشرة عمري وام عيالي علشان هذه سميرة وطوال هذه الفترة كانت بس تطلبني وتاخذ مني فلوس وكانت على طول تكلمني اجيب لها الممنوعات والكحول وارتب لها سهرات من اللي خبركم الله لا يجيبها يعني المسلم اللي هي سهرات الشغل البطال في شقتها لكن فجأة اكتشف هذا محمد بعد ما طاوش يابو وطلع وراح وجلس معاها جلسة سكر انه قاعد يضيع عمره ويضيع وقته وفي الحقيقة خسر كل حاجة ما بقاله شيء ويوم بدأ يعني يطفر وبدأ يعني يوصل للحديدة كل مدخراته راحت من اجل سميرة وما عنده اي مبلغ ولا مصدر رزق فهنا شافتها ان هذا الرجل لا يهش ولا ينش فلوسه خلصت فقامت تتغير عليه ومرات تجبره يروح يتسلف عشان يسوي لها السهرات الحلوة من الممنوعات وفعلا يوم الحادثة هذه قام محمد وتسلف مبلغ وقدره وقام واشترى الممنوعات والكحول وراح الى شقة سميرة بس يبي يرضيها وفعلا جلسوا هناك وسهرة وفي شقتها وبعد ما انتهت السهرة على خير جت سميرة وقالت لا يلا اطلع برا الشقة طالع فيها محمد واستغرب قال انا اطلع ليش اطلع وين اروح فقال لها يا سميرة انت عارفة انا ما عندي بيت ومطلق زوجتي وابوي طاردني وين اروح وانت عارفة ان كل حيلتي في هذي الدنيا عطيتها لك ولو عيوني تبينها اقطعها واعطيك اياها قال لها ارجوك بس اخذي عذري اني طلقت زوجتي عشان بس اتزوجك رسمي ودفعت كل فلوسي عشانك تطرديني من هذي الشقة الله يا حياتي الشقة شلون تقبلين فيني كده قالت اقول انت الان لا تهش ولا تنش ما منك فايدة كل ما كلمك تقول لي ما عندي فلوس يلا خلاص اقول برا اطلع برا الشقة بعدين ظلت الطالع فيه من فوق لا تحت ومحمد يعني كان جدا حزين من كلامها وغضبان غضب كبير بس ما هو قادر يعني جامح غضبه وكاتمنه في صدره قالت لا ولا تدري بصراحة حزنت عليك خلاص خلاص روح نام في المطبخ انا اروح انام في المطبخ بدل ما تعززيني وتكرميني على اساس اللي سويته هذا مسهل ويقوم يركض الى المطبخ بينما كانت سميرة وعيالها الاربعة واختها وصديقتها كانوا داخلين ينامون متوزعين ما بين غرفة النوم وكذلك الصالح محمد دخل المطبخ وفي كمية في صدره من القهر والحزن وقام على طول يشرب فيها الكحول في المطبخ ويتعاطى انواع من الممنوعات لين طاحت عينه على ساطور جنبه هنا خلاص قال ارتكب مجزرة بحق هذه العيلة ويقوم لكم وياخذ الساطور واول وحدة يروح عندها اهي سميرة كان ضربة وحدة اهي على راسها والثانية والثالثة والرابعة لينتهشمت جمجمتك يا سميرة وكمل باقي الطعنات ايضا في جسمها كل الحرقة والقهر والعصبية والغضب اللي داخله فرغه بالطعنات اللي في جسد سميرة فخلال هذا الوقت عيالها جلسوا يبكون وصيحون من هول المنظر فعلى طول راح باتجاه عيالها اللي اصلا مساكين مالهم ذن وكل واحد فيهم ضربة ضربتين بالصاطور على راسهم لين تخلص منهم كلهم اكتفى بذلك لا راح يركض بعدها على مين على صديقتهم ونفس الطريقة خلص واجهز عليها خلال هذا الوقت اختها شافت الموقف وقامت واخذت سكين تبي تهاجم محمد لكن محمد كان اقوى منها وقدر هنا يسيطر عليها ويتخلص منها لما قام وضربها اكثر من ضربة بالصاطور على راسها وارقبتها ومن ثم قام وسحب جميع الاجساد اللي تخلص منهم ورسهم قدام بعضهم بعض شنو تتوقعون سوى بعدها رجع دخل للمطبخ وكمل يتعاطى الممنوعات تقريبا ربع او نص ساعة يوم قرر يهرب اخذ الساطور وكذلك مر على جميع الجثث هذه وقام يسدد لها ضربات قاتلة بالصاطور ليش عشان يتأكد انها ما ترجع للحياة ولا تخبر عنه تخيلوا انه كان يضرب الجثث على روسهم عشان يتأكد مثل ما قلت لكم ومن ثم هرب بعدها هذه الجثث للأسف انها كانت جدا متشوهة تماما جميع اعترافاتها كانت مطابقة للمسرح الحادث بالاضافة ان الدم اللي شافوه وكذلك في النعال او الحذاء تكرمون وكذلك في الصاطور ترجع حق الضحايا نفسهم المقتولين في شقة سميرة صادقوا هنا اقواله واحالوه للمحكمة الحادثة هذه كانت مثل ما قلت لكم من شدة بشاعتها يابون يتخلصون بسرعة من اجراءاتها ويابون يحكمون على الجاني ولان الجزائر من الدول اللي وقفت تنفيذ احكام الاعدام تم الحكم على محمد بالسجن المؤبد وإلى الآن ما زال هذا الرجل في السجن ويقال ان عمره في الستينات للأسف ان بعض الاحيان الصحبة السيئة والحب القاتل شوفوا لوين يودي الشخص الى التهلكة يعني كان هذا الرجل امربي تربية زينة واخلاق ومثالي ومتزوج والله رازقنا بعيال والله رازقنا بوظيفة ومستقر وشاري ارض فجأة ويعني بدون مقدمات تحولت حياتها بسبب امرأة خربتها وكركبتها من فوق الى قاع الارض للأسف ان سميرة ايضا ما عرفت ان الطريق الخطأ او الطريق اللي فيه يعني اشياء ممنوعة وحرام ممكن انه يكون سبب في تهلكتها هذه نهاية قصتنا لليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو